هل دخلت السعودية الجمعة الحمراء؟ فعلى توقيت صلاة ظهر ضرب التفجير في يوم جمعة ثاني مستهدفاً مسجداً للشيعة في الدمام كله يتشابه في اليوم ومواعيد الساعة واختيار المساجد والطائفة المستهدفة وأعلان التبني للعملية الإرهابية لكن مع فرق لم يكن بسيطاً هو أن بطلاً من الشبان السعوديين افتدى المصلين بجسده ومنع الانتحارية من دخول المسجد فسجل التاريخ أن عبدالجليل جمعة الأربش شهيد يتقبل والده التبركات بأدائه الطيب ففي الحرب على الإرهاب تختلف جنسيات المدافعين عن الأرض والناس لكن النتيجة واحدة وكل يدافع عن حدوده وأرضه ووجوده على طريقته في حرب يبدو أنها قادمة على صيف حار وعلى طريقها شقت نصرة أو ما يعرف بجيش الفتح اليوم درباً إلى قطعة محورية من إدلب وسيطرت على أريحة من ثلاث جهات وإلى الإرهاب وصلت دفعات دعم من صليل الصوارم الطاجكية والداغستية وهي مجموعات ترتبط مباشرة بإسرائيل ويجري تحريك بعض خلاياها لمحاربة الروس وهم بايعوا أبو جهاد الشيشاني نيابة عن الخليفة البغدادي وعلى أرض الخلافة العرسالية تحرك أهالي البلدة نحو السرايا ووزارة الداخلية بمرافقة النائب المتمدد عرسالياً جمال الجراح وأعلن الوفد أن البلدة ليست ممراً لتغطية فشل أو تدخل في مكان آخر وفيما كانت أصوات معتمرة طائية تشكك من جرود عرسال في دور اللواء عباس إبراهيم أعلن المدير العام للأمن العام اليوم أن ليس هناك أفضل من المديرية العامة كمفاوض صادق في قضية العسكريين المخطفين وأضاف الأمين العام للتفاوض إن كل الكلام في موضوع العسكريين لا يعد كونه تحسيناً للشروط لكن الأمور إيجابية وصلصل إلى خواتيم جيداً وكان عدد من أهالي المخطفين في خلال زيارتهم أبناءهم لدى النصرة قد زكى وزير العدل أشرف ريفي لقيادة التفاوض لما يتمتع به من علاقة حميمة بالنصرة وتلك واقعة غير خاضعة للتشكيك لكن لا يعرف ما إذا كان ريفي سيفاوض عندئذ بوصفه منتدباً عن الخاطفين أو المخطفين تفاوض آخر على ملاعب دولية انتهى اليوم بخسارة فلسطين الكرة كانت رابحة عندما سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقتراحه وقف إسرائيل من الفيفا قدم جبريل الرجوب هذه الورقة مجاناً إلى إسرائيل وصعد المنصة الدولية في زيوريخ مصافحاً نظيره الإسرائيلي عوفا الرعيني وفي زمن التنازلات وأوراق فلسطين المتهاوية فإن كارت الفيفا لن يكون آخر الخسارات وجبريل الرجوب جبر بخاطر عرب يستضيفونه على أرضهم وهم أقنعوه بسحب اقتراحه لمصلحة إسرائيل وبالمال تدوم كرة القدم